صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام لمجلس الأعلى للأثار أن البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رامسيس الثاني بأبيدوس نجحت في الكشف عن أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمية بالإضافة إلى مبنى ضخمة من عصر الأسرة السادسة وأكد وزيري على أهمية هذا الكشف والذي يزيح السطار عن تفاصيل هامة في حياة وتاريخ معبد الملك رامسيس الثاني بأبيدوس والمنطقة المحيطة به خاصة في ظل الأهمية الأثرية والتاريخية لهذا المعبد مما يساهم بشكل كبير في معرفة موقع المعبد وما شهده من حياة لأكثر من ألفين عاما منذ الأسرة السادسة وحتى العصر البطلمية